هذه الرسالة كالمفروض نقرأها لكم للبارح لكن قطعوا علينا الانترنت كما شفتوا هل نشوفوها من الفاضي اللي بعثها لي هذه الرسالة السلام عليكم أخي محمد حبيتك تفوت لي هذا الانشغال يقول فيها ربما شهري كتبت فيما مضى على الاحتقان لأفراد الجيش الوطني الشعبي أنا نزيدك من الشعر بيتم احتقان عسكري يخدم في الصحراء ليس كاحتقان عسكري يعمل مثلا في البليلة فرق كبير بينهم أخي وكذلك القيادة في الصحراء حقارة ليس كالقيادة في الشمال وذلك لبعد المسافة عن قيادة القوات البرية ووزارة الدفاع تسمى بالعامية القيادة الدائرة رايها في العسكر في الصحراء ويضيف الرسالة اللي هي أطول سلام عليكم مستعد بمناسب حديثك على نهب الذهب في تامن راست مؤخرا أردت أن أخبرك ببعض مستجدات جد مهمة بداية شهر ديسمبر قام الفريق شنغريحة بالزيارة للمنطقة مسمات بالعش في تامن راست الناحية العسكرية السادسة وهذه الزيارة لم تكن معلنة غير رسمية شنغريحة أظهر غضب شديد حيث وصلت درجة الصراخ في وجه قائد القطاع العملياتي لتامن راست العقيد فوزي قائلا له كيف وصلت تسريبات اختلاسات الذهب وماكن المطار الذي يهرب منه لفلان يقصدني أنا قال أيضا شنغريحة للعقيد أننا أصبحنا مثل الغربال وهدده بالشطب والإحالة للمحكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية في نفس السياق ذهب شنغريحة في زيارة لأشبال الأمة بتامن راست وهي زيارة غير رسمية أيضا حيث أظهر انزعاجه من مواقع التواصل الاجتماعي وقال الحضور لا تفتعل مشاكل مع المدنيين لا أريد ذلك لأنني كبرت ولا أستطيع المواصلة لرؤية صور على مواقع التواصل فساد وكمبا وتضامنات إلى آخرها حتى تحبوا تبيعوا الشار بيعوه بالصح ديره في السر فلاكم ذلك أن تفعلوا مشاكل لكن لا تفعلوا مشاكل مع المدنيين في مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى لا تتواصلوا معهم يعني هذا المقصود المفهوم من خلال الحديث هو أنك أستاذ أرهقته بالمعلومة لدرجة أصبح يتابع بعض ما ينشر أو ما يقال في اللايبات ويشاهد حجم التسريبات أصبح لديه له عقدة حقيقية من ذلك أيضا في نفس سياق التهريب الذهب أردت أن أبلغكم أستاذ ما يحدث هنا أيضا اللواء فريد بشغيط قائد سلاح الإشارة الصديق الحميم لشنغريحة هذا اللواء تم تعينه بدل للشخم قبل سبيع فقط حيث عينه مؤخرا في صراع الأجنحة ليخلف حبد القادر للشخم هذا فريد بشغيط له يد في تهريب الذهب أيضا حيث أنه في فوج الإشارة 96 بتامن راست يوجد ملازم أول اسمه روحاني هذا الملازم ابن أخت بشغيط فريد روحاني برفقة الرائد بالخيري يقومون بنهب الذهب وهم الآن الرقم اثنين هنا أي خلفاء لعصابة المقبور صواب مفتاح حيث يقومان المذكوراني على باستخدام أفراد الجيش في التنقيب عن الذهب ناهيك عن الحجرة والبطش الذي يمارسونه على الأفراد بشغيط فريد كذلك متورد لأنه يقوم بحماية انسيبه المسمى روحاني عفوا ما شاء قاله نعم نعم يقوم بحماية روحاني في العديد من الصفقات بالمناسبة هناك حالة استنفار داخل المؤسسة لكي لا يتابع الأفراد تدخلات بعض الأحرار على اللايفات هذا جزء رأيسي من رسالة وصلت من أحد أحرار بلاد من تامن راس وفيها جزء جزء مما مما يمكن الحديث عنه خاصة بعد أن أصبحت هناك عصابة أخرى خلفة عصابة صواب اللي كانت مشهورة وكننا تكلمنا عليها ربما حتى هنا في اللايفات في نهب الذهب خلاصة القول لأن مرات دائماً يعودوا خوتنا ويقول لك ما هو الحل ماذا نفعل الحل يا إخواني هو الحرك هو عودة الحرك هذا هو الحل الحل هو عودة الحرك الحل هو تنظيم الحرك الحل هو عدم الإنجرار أمام المعارك الهامشية الحل هو عدم الدخول في خصومات وصراعات ما بين الحركيين الصادقين والكاذبين عنا حركيين صادقين عنا حركيين مزيفين هذا هو الحل الحل أن تعرف أن البلاد في خطر حقيقي خطر وجودي وأنك ما تدخلش حتى لما تكون الخصومة شخصية واحد سبك هنا واحد سبك الهي واحدة سبات ما نشعارف وين أترك أترك جانبا لا تهتم جفف المستنقعات يختفي البعوض تذكروا هذا دائما جفف المستنقعات يختفي البعوض أو تذكر إذا شئت وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة أمضي لطريقك طريق الحرية طريق تحرير هذا الشعب طريق بناء دولة مدنية حقيقة تنهض بالبلاد ويسعد أهل البلاد دولة مدنية بإذن الله مشي عسكرية حي الله الأحرار أينما كانوا وأينما ولدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر